أشار توسال أعلام إسرائيلية إلى معاناة الجيش الإسرائيلي من نقص في عدد الجنود مشيرة إلى حاجة الجيش لسبعة ألاف جندي إضافي خلال الفترة الراهنة يتي ذلك في ظل تكبدي جيش الاحتلال خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد جراء استمرار الأدوان على قطاع غزة والاشتباتات المستمرة في أنحاء القطاع ما بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال وفي السياق ذاته أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة خمسة من ضباطه وجنوده في معارق بقطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة